اشتركوا في القناة خاصة في منطقة سيدي بشر ما ادى الى تهدم جزء من الكورنيش وتهدم الارضية وعلى الفور توجهت الاجهزة التنفيذية في محافظة الاسكندرية الى مكان الشروخ على الكورنيش حيث امر المحافظ برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الاحياء وذلك للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للارصاد الجوية التي تشير الى تعرض المحافظة لموجة من التقس السيء وسقوط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا بنسبة حدوث 60% وتغزر احيانا على بعض المناطق ما تسبب في حالة الصدمة التي اكتحت المواطنين وهو انتشار تلك الصور بعد وقت قصير من الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا حيث بدأ الجميع يربطون بينما حدث وبينما حدث في تركيا وسوريا في هذا الصدد كشفت هيئة الارصاد ان السبب وراء تلك الظاهرة التي حدثت على كورنيش الاسكندرية هو الرياح العاتية وارتفاع الامواج فقد حذرت هيئة الارصاد الجوية في وقت سابق من اطول امطار خفيفة وهذا ما حدث بالفعل لكنها زادت شدتها الى متوسطة وكثرت بمناطق المنتزه وشرق ووسط العجمي صاحبها رياح شديدة وارتفاع لموج البحر وتعليقا على تلك الانباء اصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية قرارا باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الاحياء وذلك للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للارصاد الجوية والتي تشير الى تعرض المحافظة لموجة من التقس السيء وسقوط امطار متوسطة الشدة تكون رعضية احيانا بنسبة حدوث 60% وتغزر احيانا على بعض المناطق واصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الاحياء وجميع الاجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التوجد الامنية على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تدعيات موجة التقس السيء ورصد اي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبا لحدوث اي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الامطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة واشر المحافظ انه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وامنهم على رأسها ضرورة توخي الحيطة والحضر والابتعاد عن اي اشجار او لافتات او لافتات الاعلانات واعمدة الانارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفت مياه الامطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة امان وطلبت المحافظة محافظة الاسكندرية المواطنين بي بالآتي اولا توخي الحذر في القيادة اثناء هطول الامطار وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الامطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم والحفاظ على مسافة امان اكبر من المعتاد وعدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم البقاء في اماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الاسور والاجسام المعدنية والسكك الحديدية اثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنيش الامطار وعدم ركن السيارات تحت او في اماكن احتمال لسقوط الامطار مشاهدين الكرام الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذه التقطيع الاخبارية والحية عبر قناتكم مباشر 24 نشكر لحضراتكم طيب المتابعة على امل اللقاء بكم في خدمات اخبارية لاحقة كنت معكم رائد حاكم دمتم في امان الله